السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مثل ما وعدتكن رح نكمل اللي هو تبعية حل الأسئلة لنماذج السيف آخر لقائين اللقاء التاسع والعاش اللي حفوان الحادي عشر والثاني عشر يعني أنا ودي أشرح لكم يا بس المشكلة ما في شي بسمه عبارة عن محادثات والشياء بسيطة جدا جدا يعني أي واحدة حيفهمها من الأستاذ فبشوف إذا أنتوا بدكن ضروري ضروري خلاص نشرحه تاني مرة ما بدكن يعني أولئة تشرح الأستاذ مناسب وكفاكن الحمد لله خلونا هلأ بهذا اللي معنا اللي هو حل النماذج طبعا الآخر اللقاء اللقاء العاشر أنا حلت لكم أول صفحة هاي تاني صفحة نبدأ فيها بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هذا السؤال question number 20 what do you do لما واحد بيسألك what do you do في أجوبة عن بيئلك pleased to meet you سررت بلقائك أو تشرفت بمعرفتك أو بلقائك أو I am from California أنا من California nice to meet you too سعيد بلقائك أيضا ولا I am accountant طبعا السؤال عنقول what do you do ماذا تعمل أنت شو بتشتغل شو وظيفتك يعني كل هدول الأجوبة منها منطقية إذن الجواب الصحيح هو D I am an accountant people فراغ strangers by shaking hands people الناس strangers الغرباء by shaking hands بمصافحة اليد shaking hands مصافحة يد أنت بتصافح يعني لما بتصافح الناس هالي عبارة عن شو هالي عبارة عن develop بتطور ولا department قسم أو قطاع ولا market تسويق ولا greet اللي هو يحيي هاي بأول درس أخدنا اللي هو greet أول لقاء people greet others by shaking hands 22 طبعا هاي اللي بيسألوه اللي كتير عم بيسألو الكلمات كيف تجي عليها أسئلة هاي كتجي عليها أسئلة 22 who's the فراغ of the company بعدين Mr. Smith manage the company آها بما أنا شفت هوني manage إذن هاي إلا علاقة بالجواب who's the designer of the company من هو مصمم الشركة طيب لنفترض أنه من هو مصمم الشركة أنا بجاوبه Mr. Smith هو مدير الشركة يعني يعني معنى منطقية ونفس الشي accountant ونفس الشي department هي جواب الصحيح C who's the manager of the company من هو مدير الشركة Mr. Smith يدير الشركة هذا manage فعل حطينا هوني S لأنه الفاعل مفرد وزمن مضارع بسيط بس باناسونيك is a big company بما أنا شفت company على طول اللي تكون عليهم الستة كوريان أمريكان جابانيز شاينيز كويتي سعودي دوروا على وحدة منهم بتجواب متى ما شفتوا كومباني دوروا على وحدة من هدول الخوات الستة أو الأخوان الستة كوريان أمريكان جابانيز شاينيز سعودي كويتي بتدوروا على وحدة من هدول اللي بالأجوبة بتكون هي الصح اللي بعده The marketing manager works in the department طبعاً بيقلك مدير التسويق بيشتغل في قسم المتبيعات ولا قسم technical support قسم ال IT الدعم الفني ولا بيشتغل بقسم التسويق طبعاً بالmarketing لأنه موجود ماركتنج وأنا قلت لكم كيف تربطوه marketing sales sales يعني بسيطات ست خمسة و اللي بعده James design web pages for the company He is خلاص بما أنه شفت web و pages خلاص على طول بعرف انه هادا الشي بتعلق بهو صفحات الانترنت He is a website manager He works in the customer service department He for customers customers طبعاً لوني ناقص كلمة problems هي فراغ likes makes ولا helps with customers problems طبعاً هاي إجابة الصحيحة والتعاطيتكن إياها كمان أنا في صفحة المهن الستمهن اللي بعده my friends فيصل a student at King's University طبعاً my friend فيصل مفرد هيقى هاي القاعدة تبعيت آم و الزوار إلا أنه I بتاخد آم وهي وشي وإت تاخد إز ويو وي وذي بتاخد آر هون لازم تعرف أنه my friend فيصل يعني هي إزان جواب إز سعودي STC فراغ telecom service to millions of customers طبعاً بما أنه شفت كلمة telecom service إزان على طول عندي هدول بالدرس تبع باللقاء يا السادس يا الخامس تبع manufacture أو makes لأنه الكلمة يصنع أو تصنيع يعني عمل أو يقدم طبعاً بما أنه service إذن provides أو provides لأنه make ومن manufacture نفس الشواية طبعاً ما لدخل غلط I فراغ to work yesterday because I was sick آه أوكي I وفيه yesterday على طول شفت في دلالة زمن ماضي وموجود because لا تنطفق على طول لأنه لنفترض أنه خبالك لنفترض أنه الجملة ما في because I was sick I went to work yesterday بتجي صح بس هون في موجود yesterday because I did not go والخطأ لأنه زمن مستقبل وgoes وgo هدول يتبعون زمن المضارع البسيط المفرد أو الجم إذن الصحيح اللي he didn't go طيب لو حط اللي I went حط اللي من ضمن الخيار cancel the goes وحط went طيب إذا قلت I went to work yesterday because I was sick هي قواعديا صح لكنها منطقيا غلط أنت كنت مرضان مبارح يعني قلت له أنا رحت على الشغل مبارح لأن كنت مرضان طيب يا أخي إذا كنت سليم ما أنا ك مرضان وين بتروح بتاخذ إجازة مثلا بتروح البر بتصيد شو بتساوي إذن في غلط في شي ما منطق بتجم إذن بتقول I did not go to work yesterday because I was sick حتى لو حط وين لحد يختار وين خطأ وين لبعده I فرغ with my friends in the garden last week it was really fun خلاص بما نشفت last week هي دلالة زمن ماضي على طول بروح بدور بالإجابات على شي بخص الماضي طبعا I am playing I am playing خطأ لأنه جملة زمن ماضي will play خطأ لأنه جملة زمن مستقبل طبعا هي بتتكلم عن المستقبل will وهون ماضي السؤال ماضي إذن خطأ play هو فعل بالمصدر بيجي إما مع النفي أو بيجي مع زمن المضارع أو بالسؤال إذا إجت وردة أداة السؤال طبعا حاليا هون مع سؤال لدي جملة عادية إذن خطأ play I played ماضي لهو الماضي من play played لبعده I have فراغ with the doctor today sorry I have فراغ with the doctor today I don't feel well هاي كمان أخذناها بالدارس an appointment بين السادس للتامر ما أنا متأكد بالضبط I have an appointment with ماريا يونج with miss ماريا يونج ما أنا متذكر بالضبط بأنه لقاء ولكن موجودة هاي الكلمات I have dairy a dairy dairy اللي هي المفكرة أنا عندي مفكرة مع الدكتور سلامات شواب غلط I have amenity شو هي amenities اللي هي معدات وهيك an elevator مصعد ولا an appointment موعد طبعا الأولى الرئبية صح لي an appointment 32 بليز فراغ فور a few minutes مستر ناصر is in a meeting now بليز وونت ولا بليز بريموت بريموت ولا بليز أدمت ولا بليز ويت طبعا المنطقية بليز ويت كمان هاي من الكلمات اللي مرت علينا بالمحادثات وكلمات المطلوبة كانت في الوحدات لبعده mobily a new branch in Baha next year آها بما أنه شفتوني next year خلص على طول عرفت أنه هاي جملة زمن قلت لكم أنا كتير ركزت عليكم قلت لكم انتبهوا على الدلالات الزمنية اللي بتجي بالجمل علشان تحسن تركز أو تحسن تميز إيش نوع الجملة اللي هي ماضي مضارع مستقبل طبعا بما أنه في هون next year هاي دلالة زمن مستقبل ونحن عندنا المستقبل فقط حالة وحدة اللي هو future tends with will using will إذن has opened هاي ماضي opened ماضي هاي زمن تاني اللي هي هاي وهاد وهاد باست بروغريسيف هاد اوبنت كمان غلط لأنه كلها دول بيتعلقوا بالماضي ما عندي إلا وعدة صح اللي هي will open لأنه في next year اللي بعده the hospital is on the next street فراغ the school يا سلام هاد السؤال اللي كان عاملي كده مسوي لكم لغط ومسوي لكم مشاكل وقلق اللي هو across from إذا ما جت بتجملة from كيف أقدر أميز حط across from ولا next to إذا ما كان في two بتجملة كيف أعرف انه next to وهالأسئلة هاي look 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 هذا الكتير اللي عملته قلت لكم لما بتجي across from بيكون مطلوب across from لأنه between تطلب شيئين when غلط وunder معنا أصلا خير شر بالمنهاج across from لما بتجي بتجملة بتكون هي اللي مطلوبة ما بيجي next to معاها بنفس الجملة ما بتجي من ضمن الخيارات next to بتجي فقط ياها ياها يعني لو شاهي اللي across from بحاطة بدلة next to بشيل next to بحطله اياها هون بشيل across from بحطله اياها هون نحن بنعرف انه إن استخدام معاها هي in on at شهر ايام ساعات بتوين بنعرف انه بتوين تحتاج شيئين بتوين the school and the mosque تحتاج مكانين هون ما في مكان ما في إلا مكان واحد فقط بس 35 my فراغ is 54 32 أو 5 432 main street dhammam هاي طبعا رمز البريد يتبعو 11 334 سعودية ايربيا طبعا هادو عنوان اغلبكن مسلا هلا عم بيطلب من الانترنت و عم بيطلب من عم بيستخدم مواقع على بابا و اي بي و على اكس بريس وهالمواقع هاي وامازون طبعا لما بتروح تستهلم شحنتك من مكتب البريد بيسألك شو هو عنوان واصل واصل هذا هو عنوانك هذا هو العنوان what's your address وم انت بتعطي عنوان واصل تبعك what's your address هذا هو طبعا ايميل مااني شايف ايميل ميل انجلست ميل انجلست لي قائمة بريدية ما هي ماي قائمة بريدية عنوان advertising اللي هو تسويق او دعايا اعلان اللي هو commercial نفس الكلمة كمان ما هي صحيحة اسئلة هاي اسئلة السيف ترى يعني يعني جدا بسيطة متل ما نكون شايف ما في شي معقد ما في شي صعب ما في شي مستحيل جدا انا شايف سهلة وجدا سهل يعني it's very simple يعني مباشرة ما في لف ودوران بس لازم تقرأ يعني لا متل ما تلك لا تصير مطفوق اوو والله الاسئلة سهلة طا 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 حل لا ركز استعين بالله دخل معك كاسة كوفي دخل معك قهوة مي كل علكة سوي اللي بدك يا بس ركز معك ساعتين 40 سؤال يعني كل 20 سؤال تحل لون بساعة يعني والله ومتحان آيلتس ولا توفل ما بتاخد ساعتين على 20 سؤال مهم اللي بعده the manager's office is فراغ the conference room and room 12 آها هون عندي مكانين لنفترض حضط لبتوين ونكس تو اكروس فروم وداون طبعا بما أنه عن بيقول the conference room and room 12 إذا عندي مكانين الوحيد اللي بتاخد مكانين between inno add to into هذول كلهم غلط ما لون علاقة سؤال لي بعده I am fine thank you طبعا إذا أنت عم تقول له لواحد أنا كويس أنا بخير شكرا شو بيكون سؤاله شو اسمك أو من انت ولا انت من وين ولا كيف حالك ولا وين بتعيش ولك حرية المطلق الجواب يعني وتخيل واحد سألك كيف حالك تقول والله أنا من سودان أنا من أبهى أنا من كذا سلامات I am fine thank you how are you how are you هاي WH question تجينا باللقاء رقم 12 وأنا شرحت لكم إياها يا باللقاء الأول يا باللقاء التاني وفي عليها فيديو وفي عليها كويز وفي عليها شو اسمه ملف نزلت لكم إياه يعني قمت عليكم الحجة مثل ما بيقولوا يعني اللي بيحل الغلط هذا يا أخي الله حسيبه بس هذا اللي بيحل الغلط هذا السؤال بعد كلها الشرح ثمانية وثلاثين we can go to the فراغ to play and have run هاي بلقاء يطويلين العمر والله ما أنا متذكر وين بالضبط ولكنها تبع quiet room تقريبا هون بهات هون هون باللقاء الخامس موجودة games room quiet room وين موجودة هاي موجودة بالقطعة هاي هون what is your office like موجودة من ضمن الكلمات اللي باي هاي game room في كمان quiet room موجودة ضمن المحادثة المهم موجودة هون تقرؤوا قراءة بتحسن تطالعوها مشان ما حدي ولما مريت علينا ما شفناها مدري كيف انت ما شرحت لا كل شي موجود we can go to the to play and have run وين انت بتروح بتلعب وتحصل على المتعة والتسلي بالwork place ولا بالغرفة الالعاب ولا بالسلس ديبارتمنت ولا بالبرودكشن طبعا سلس ديبارتمنت قسم التسويق اه سوري قسم المبيعات والبرودكشن اللي هي الانتاج كلمة الانتاج يعني بروودكشن work place مكان العمل وgame room اللي هي غرفة الالعاب طبعا غرفة الالعاب طيب في كلمتان اللي هي quiet room we can go to to the to have some rest نحن نحن نستطيع الذهاب الى غرفة فراغ للحصول على الراحة أو يعني تصفي هيك نقاوت دماغك تصفي مخك والله انت مدير بأحد الشركات الكبيرة مدير أحد قسم الأقسام والقطاعات وعندك ميتنك مع مدير الشركة أو مع يعني عندكم اجتماع مجلس الإدارة وبدك تصفي مخك هيك بتروح على غرفة الهدوء ما بتسمع صوات ما بتسمع شيء بتصفي مخك وتروح تنطلق على الاجتماع تبعك وبترهيق وبتبدع أور تيتشر فراغ هذا السؤال كمان عملتولي عليه قلق كيف بيجي هذا وكيف بنحل هذا وكيف شلون وما شلون ومدري كيف طبعا أور تيتشر كومس تو كلاس أون تايم هي نيفر كومس ليت شفنا نيفر شفنا هوني هذا المثال اللي ضربت لكم يا لثلاث خوات اللي سمينة الدبية والعصلة واللي وسط سمينة شو قلنا نحن قلنا الدبية اللي هي لما منشوف نيفر نيفر دائما بتجي معاها الدب Always نيفر تجي معاها الدب خلاص ماذا ما شفت نيفر خلاص معناته بما أنه موجود نيفر بالسؤال إذن Always هي الجواب إن شاء الله يكون هتطلق خمسة آلاف كلمة بتجواب بتروح على بتدور على Always وبتحطه لأنه Always Always اللي وزنا 100 اللي هي بتاخد كل الكنبة ما يمدي حدا يقعد جنبها ما بيجي معاها إلا نيفر توقف بره وإذا أجانا بدأ يجينا مثال تاني على sometimes ويوجولي أبعلمكن عليها كيف خلاص بما أنه موجود never لتكون نركزوا على never و Always ركزوا على never و Always المهم السؤال اللي بعده سؤال رقم 40 I can't come to the party tonight I am طبعا هاي موجودة باللقاء الأخير يا أب للأخير اللي هي busy و free ورت علينا كتير because I am not busy أنا ما بحسن إجي على الحفلة لأنه أنا ما أنا مشغول ولا لأنه أنا فاضي لها not busy و free هن النفس بعض ولا busy ولا later ولا بعدين طبعا busy طيب إذا ما حط busy حط لي I am not free لعب علي not free شو يعني not free حط لي نفس الخيارات حط لي not busy not free free مثلا آه واختيار رابع ساقو من كيسو والاختيار هذا خطأ وبس ما حط لي busy طبعا شو عكس free not free لي هو ما نفاضي do they work for sony electronic طبعا بما أنه هذا do مكتوب هون يجب يكون الجواب بdo اللي هو yes no question do they work for sony electronic ياب يكون الجواب yes they do ياب يكون الجواب no they don't بتدور على واحدة منهم بتجواب هون مكتوب no they do خطأ لأنه ما في don't ما في no he doesn't الفاعل خطأ والأداة النفي خطأ yes i don't طبعا هاي صح الجواب بس الفاعل خطأ yes they do هي صحيحة الأداة السؤال الموجودة اللي هي تسأل بدو جواب بدو مثبت والفاعل صح السؤال اللي بعد buy the new iphone sorry far buy the new iphone no he didn't اها في هون في he وفي did خلاص على طول بعرف أنه الفاعل مفرد يا بيكون did he لأنه قال no he did not يا بيسأل did he buy the new iphone لأنه قال no he didn't على طول خلاص في no he didn't بحط did did الشيء التاني بروح بشوف الفاعل did بس هون ما فيه في اسامي خلاص إذا بشوف فيصل كله في فيصل 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 بس بس الأدوات خطأ إذن did فيصل أو did he لو جد did صح بس ما رح يجو بد did he و did فيصل وعده من نون طبعا هذا الاتساء اللي فيه الوقت اللي اشرح الكنياء نكمل إن شاء الله كم صفحة كم صفحة أربعة لأ صفحة ثلاثة السؤال رقم ثلاثة كويس ثلاثة رقم ثلاثة العمود التاني اشرح الكنياء ان شاء الله بعدين بس يعني تأكدوا ما رح نخلص اللقات اللي أنا شارح لكم كل الأسئلة ومجاوب لكم إياها يلا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة